السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنتكلم عن موضوع طريقة الكتابة باللغة العربية في After Effects نحن عادة نكتب بالعربية في After Effects بالطريقة التقليدية طبعاً أنا ما راح أتكلم لك عن موضوع استخدام مواقع خاصة تحول لك الـ RTL من الإنجليزي العربي أو الرمزيات أو استخدام برامج أخرى إنما استخدام برامج لها علاقة بحزمة أدوبي بشكل عام يعني إحنا طالماً نحن في After Effects فهو برنامج تابع لأدوبي إذن لو استخدمنا على سبيل المثال أدوبي فوتوشوب وكتبنا نص بالعربية بحكم إنه يدعم العربية وسوّلانا الأسخ Edit Copy أو Command C ورجعنا إلى After Effects الآن لو سويت تضليل لهذا النص على سبيل المثال وسويت لك لصق راح يكون لي بالعربي هنا بدون أي مشاكل يعني يعني حتى اللون أقدر أغيره أقدر أضيف أقدر حتى أعدل عبد العزيز الآن أقدر أكتب بالعربية يعني بدون أي مشاكل بس إنك مضطر تستخدم برنامج الفوتوشوب طيب أنا ما أبغى أستخدم برنامج الفوتوشوب أبغى طريقة غير برنامج الفوتوشوب فيه سكريبت تقدر تحمله هذا السكريبت اسمه Arabic Test السكريبت هذا إذا حملته طبعاً Windows أو Mac بشكل عام تقدر تحمله تسوي لك Copy نسخ أول ما تحمله راح أضيف الرابط إن شاء الله بإذن الله تحمله تسوي لك Copy بعدين تلزق بالنسبة لماك نسخة للسكريبت تسوي له نسخ هذا بالنسبة لماك أما بالنسبة للوندوز في البداية نسوي Copy للسكريبت بعدها ندخل على قرص C اللي موجود عندك في الوندوز بعد كذا تدخل على Programs File مجلد Adobe بعد ما تدخل مجلد Adobe اختر البرنامج اللي هو After Effects بعدها راح تلقى Support File برنامج أو ملف الدعم عندك تلقى من ضمن ملفات الدعم مجلد السكريبت الزق الملف في هذا المكان الآن لو رجعنا لبرنامج After Effects نطلع للفايل ملف بعدين راح نلقى في الأسفل هنا Secrets السكريبتات تلقىها بالكامل هنا تلقى قائمة كاملة بالسكريبت من ضمنها Arabic Text طبعا تأكد إذا ركبت هذا السكريبت لابد تقفل البرنامج وتفتحه من جديد لكن أنا في الشرح أضفت السكريبت من زمان فلابد تقفل البرنامج وتفتحه من جديد الآن لو ضغط عليه راح يفتح لي مربع حوار صغير هذا المربع من خلاله تقدر تكتب فيه النص العربي اللي أنت بتشوفه مثلا عمر العزيز سويت Apply راح يصير موجود عندي هنا فلا ما راح يعني تواجه أي مشاكل في العربية هنا والبرنامج والسكريبت داخل البرنامج يعني ما أنت ملزم بالفيتشوب المشكلة اللي يواجهها أغلب مصممي أو المنتجين حق الأفتروفكت أن الخط ما يدعم خط الحسن فخط حسن موجود عندي هنا هو أصلا مكتوب بخط حسن يعني لو غيرت الخط أنا فهو داعم أغلب خطوط حسن بشكل عام ولا أتوقع أني واجهت مشاكل بخطوط حسن يعني أغلب خطوط حسن ما واجهت مشاكل فيها أنا اضطريت أسوي الدرس عشان اللي عنده مشكلة بهذا الخط بالذات أما باقي الخطوط أغلبها تكتب بدون أي مشاكل بس بالذات هذا الخط لأن الطلب عليه صار واجهت فهذا الخط الآن قدامكم قاعد يكتب بدون مشاكل هذا بالنسبة لطريقة الكتابة بالأفتروفكت أتمنى يكون واضح وبسيط وإن شاء الله راح حط الرابط بإذن الله أسفل فيديو حياكم الله اشتركوا في القناة